أظهرت بيانات وزارة الزراع الأوكرانية تراجع صادرات السلع الزراعية الرئيسية للبلاد بمقدار النصف تقريباً وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وكشفت الوزارة أن الصادرات الزراعية تراجعت إلى عشرة ملايين طن من نحو 19 مليون وخمسمائة ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض محصول الحبوب في أوكرانيا في عام 2022 إلى نحو 50 مليون طن من مستوى قياسي بلغ 86 مليون طن عام 2021 رصدت صحيفة فيلانشل تايمز البريطانية تفاقم معاناة الشعب البولندي من نقص إمدادات الفحم الروسية مما زاد من مخاوف تلاشي مصادر التدفئة لزمان مواجهة الشتاء القادم واستشهدت الصحيفة البريطانية بقيام العديد من البولنديين بالذهاب إلى الحدود مع جمهورية الشيك المجاورة وذلك بحثاً عن الوقود والفحم بعدما أصبحت بلادهم في خضم أزمة مفاجئة وغير مسبوقة فيما يخص إمدادات الفحم وضفت صحيفة أن هذه الأزمة تركت بولندا تكافح لإيجاد بدائل من منتجين مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا خاصة بعدما تضاعف سعر الفحم داخل أراضيها ثلاث مرات أقر الرئيس الوزراء الكندي جاستين تردو بأن تصدير الغاز الكندي إلى ألمانيا لن يكون سهلاً حتى وإن أرادت برلين تنويع مصادر إمداداتها للحد من اعتمادها على روسيا جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء الكندي مع المستشار الألماني أولاف شالتس والذي يجري زيارة إلى كندا من جهته أكد شالتس أن بلاده تسرع في بناء البنى التحتية للموانئ والغاز بهدف زيادة ورداتها من الغاز الطبيعي المسال وتبدي انفتاحاً على بلدان على غرار كندا قالت شركة يونيبر الألمانية للمرافق أنها ستبدأ إنتاج الكهرباء للسوق في محطتها هايدن أربعة التي تعمل بالفحم بسبب وقف في إمدادات الغاز من روسيا وأضافت الشركة أن محطة هايدن أربعة ستبدأ إنتاج الكهرباء من التساوى العشرين من أغسطس حتى 30 من إبريل 2023 يذكر أن شركة يونيبر أعلنت في ديسمبر 2020 أن هايدن أربعة ستوقف الإنتاج التجاري مع قيم هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد يجرى إغلاقها في مقابل تعوضات لمحاربة التلوث الكربونية أعلن المكتب الوطني للإحصاءات ترادع الاقتصاد البريطاني بنسبة 11% عام 2020 وهو أكبر انكماش يسجل منذ 300 عام من جراء وباء كورونا أكدت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت 55 مليار جنيه سترليني خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 نتابع في أعلى وطيرة منذ عقود توقع خبراء اقتصاديون في بنك سيتي أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ذروته وذلك عند 18% في أوائل عام 2023 وتمثل هذه الزيادة في أسعار المستهلكين البريطانيين تسعة أضعاف هدف بنك انجلترا وهي أعلى وطيرة منذ عام 1976 وفي أحدث بيانات رسمية أعلن المكتب الوطني للإحصاءات تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 11% في عام 2020 جراء كورونا وهو أكبر انكماش يسجل منذ 300 عام وقدر المكتب الوطني في السابق أن إجماليا الناتج الداخلي البريطاني انكماش بنسبة 9.3% في عام 2020 ويعد لانكماش الأكبر منذ السقيع الكبير في عام 1709 بحسب بيانات بنك انجلترا وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 والتي بدأت في أبريل اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه استرلينية تعتزم حكومة كوبا بدأ بيع الدولار لموطنها اعتبارا من اليوم بسعر السوق السوداء بهدف إنشاء سوق صرف رسمية في البلاد وقال وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو جيل أن الهدف من هذا الإجراء هو بناء سوق صرف تسمح بتبادل العملة بصورة قانونية مما سيسمح بزيادة القوى الشرائية للعملة الوطنية أغلق نحو ألفين متظاهر الطرق والمتاجر في بورتو برانس عاصمة هييتي ومدن كبرى أخرى ونظموا مسيرات في الشوارع للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء أريل هانري والدعوة لتحسين مستوى المعيشة تأتي الاحتجاجات بعد أيام من تنظيم المتظاهرين اعتصاما أمام مقر رئيس الوزراء الرسمي للمطالبة بتنحيه واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في بعض المناطق وأطلقت تقنابل الغاز المسير للدموع لتفريق الحشد فيما أغلقت الإطارات المشتعلة الطرق سجلت أسعار الوقود في لبنان قفزة جديدة في جدول تسعير بداية الأسبوع وذلك بالتزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية شهدت أسعار الوقود في لبنان قفزة جديدة وذلك بتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بالإضافة إلى تغيير سياسة التسعير التي يعتمدها مصرف لبنان المركزية وزاد سعر البنزين بنوعيه 95.98 بقيمة 16 ألف ليرة لبنانية ليسجل لتر البنزين 95.591 ألف ليرة وبالنسبة لليتر البنزين 98 فقد وصل إلى 604 ألاف ليرة فيما زاد سعر المازوت بقيمة 7 ألاف ليرة ليسجل 797 ألف ليرة كما ارتفع سعر قرورة الغاز بقيمة 7 ألاف ليرة لتسجل 335 ألف ليرة وعلى منصة صيرفة الرسمية قفز سعر الصرف من جديد ليسجل 27 ألفاً ومائة ليرة للدولار وهو أعلى سعر للمنصة على الإطلاق منذ إطلاقها وذلك بزيادة قدرها مائة ليرة للدولار عن ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند حد 26 ألفاً وتسعمائة ليرة للدولار على صعيد متصل أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط أن الشركات سلمت المحروقات إلى المحطات ولا أزمة حالياً وذلك تعقيباً على قيم عدد من المحطات بإغلاق أبوابها انتظاراً للتسعير الجديد في ضوء الارتفاع المستمر في سعر الصرف